موسيقى وتعد أمريكا من أقوى دول العالم اقتصادياً ونسبة البطالة فيها أمريكان عملاء خوانين تشي جفارة بدي ياك الموضوع بدي تقنع لي حلال يجوزني بنت ربيع وأخذ الفيزا وأسافر عميركا بداله ماذا بتفكر؟ هي مستهلة كل هالتفكير؟ ماشي يا رفوط بس بشرط بجيب لك ساعة حائط عليها صورة خريطة الأرجنتين لا يا رفوط ماذا تنفعني خريطة الأرجنتين؟ أنا بدي منك بس توصل هناك على أمريكا تسحبني لعندك رفيق أنا بشتغل أي شيء بجلس خون بشتغل بكازيات دراي كنين أي شيء يا رفيق بس أنا نفسي أصل لأمريكا ملق على الحساب وهمنا وخونا وإمبرياليين وبطيخ مهو يا رفيق أنا بدي أكون نفسي هناك وأنطلق بثورتي من أمريكا هلا ربيع نورت الأرجن تانكيو عمليك ايجيتك على أميركا من قبل؟ يجيتك من مرة بس زيارة آه يعني ما معك الفيزا تبع الخمس سنين آمم لا كنت حابة بس لتعرفي الإجراءات آه صعبة شوي بتهم Work Contract وبتهم Bank Statement وصعبة مع قدئة عن مين صابغة شعرك؟ شعري؟ عن مين صابغة شعرك؟ آه لا هاد لون شعري أنا شعري الطبيعي نفس جواب كل بنات عمان هاد لوني الطبيعي على أساس أمريكية ومتحضرة ومحامية إسكيوز مي؟ إسكيوز حالك من أول مبارح وانتي بتزدتي حكيه بشو مالك هديل؟ هديل نسيلي إياها نهيل مين نهيل؟ نهيل اللي بلا تقلبك خريف يا ربيع أصدوتي قعد هون قال ربيع قال إن شاء الله يا رفيقة أخذيني معك على أمريكا مستعد أعمل هناك أي إشي بس لا تحكي لأنه سلامة بس مش أنت مفود بتكره أمريكا؟ إن شاء الله الله يأخذني إذا بكره أمريكا أنا بكرهها أنا أنا رفيقة بعشق أمريكا بموت عليها تسري بدمي أمريكا طب إيش عندك سيرتيفكت؟ شهادات؟ أو إيش بتقدر تشتغل هنا؟ أنا بعمل أي شي يا رفيقة أنا بشتغل بكازية بنظف حمامات أنا أنا بعرف أمثل كمان يا رفيقة بس إذا في عندكم أحزاب ياسرية أنا ما عندي أي مشكلة طب إسمع بتبعتلي الابتليكيشن اللي الوراق ومنشوف شو بصير جبارة أنا أصلا بعرف شديش الكل بحب أمريكا دولة رأسمالية إمبريالية متعفنة خالتو؟ خالتو بتعلمه هنا؟ شو خالتو هاي؟ أنا أصغر منها